اعتجرت عن قريب وشاركت بأكثر من مباريات خارج العراق مثلت البلد المنتخب الوطني بعدة محافل دولية اللعب بين جمهورك يعني دائما كنا تلعون للخارج لعبوا بدون جمهور لكن شيفرق عندك كلاعب وانت تلعب بين جمهورك والله احنا يعني كنا محرومين من لعب أرضنا وامام جمهورنا بس احنا كنا يعني جمهور عراقي تتعرف كان متواجد ويعني احنا يقول الجالية العراقية كانت متواجدة في كل المباريات كل المباريات اللي كلنا نلعبها خارج العراقية انتقلت متعطش حتى الجمهور اللي خارج العراق هو ايضا متعطش يشوف المنتخب يشوف مباريات المنتخب يعني احنا كنا لما نسافر حتى بالفندق يعني اعداد كثيفة من الجمهور يجي حتى يشوف ياخذ صور ويشوف اللاعبين يعني كان متواجد اكيد الجمهور كان يعني احنا حتى اللاعبين عاطفين يعني احنا من نشوف الجمهور يبطينا دافع جدا قوي بالمباراة بس هنشوف اكو نقطة هي ممكن تكون يعني نقطة ضغط داخل ملعبك شوف يعني داخل العراق الجمهور اللي داخل العراق يعيش تتعرف شوف رقة شوف رقة داخل العراق يعني شوف يعني يريدك تفوز اكثر يعني هذا اللي بداخل العراق متعطش جدا يعني ممكن انت بالامارات او بقطر كانوا الجمهور يشوفونه دائما ويحضرون مباريات اللي بداخل العراق لا ما كانوا يشوفونه قليل فمن قلت لك هنا تبارضك وبين جمهورك يعني يكون يعني صح الى دافع قوي بنفس الوقت بيضغط انه لازم تفوز المباراة يعني الجمهور ما رح يقبل لا تتعادل ولا تخسر يريدك تفوز بالمباراة بغض النظر عن اذا كانت مباراة ودية وهذا اللي لاحظناه اليوم شوفنا يعني سمعنا الجمهور يهتف هسي يجي الثاني وهسي يجي الثاني يعني شوف الجمهور يعني يريد دائما المنتخب سوف تبذيت تحت شوية مشاعر أستذكر مشاعرك أكثر ضربت الجزاء باستراليا ضد ايران شين عنهاية ضد ايران تحديد نهاية ما تتكرر حياتي يعني هي ضربة حاسمة كانت المنتخب الايراني لعب المنتخب الايراني يضع راقل الجزاء فأنا احتي لك يا انه ما بقى احنا طرد هم طرد لاعب فاستبعده وامجد حتى يصير تكفة متساوية بين المنتخبين فكل اللعبين مشاعر اللاعب الايراني بقينا أنا وآحمد إبراهيم وجلال فجلال بالمرمى التفتت لقيت أحمد إبراهيم ساجد فعرفت ان الرسالة رح شوت رح شوت انا ما عندي مانع صراحة يعني مشاعر عندي مانع انه انا بس انا يقول مو لازم انا شوت يجيني الدور اروح اشوت عادي فواني ماشي قلت خلاص توكل على الله وروح رحت هناك جدت افكار كثيرة بباني يعني اول ما يجي والدي وقلت ما قاعد يشوف لما شافني وهاي اللي صار لما شافني اذا اتقدم على ركلة الجزاء عافل التلفزيون وراح ليش ما يتحمل يستذكر شي لا لا مو يستذكر وانما هو شو او هم ضياء يعني خوفا من انه اضيع يعني انت يعني يريد لي الافضل هو اكيد اكيد فمن رحت ومباراة حاسمة وركلة جزاء حاسمة من شافني يقول انا خفت خفت يعني اذا ما عرف انه راح اسجل او لا فقلت احيب تعد عن التلفزيون وهذا اللي صار بعدها رحت قلت انه اذا ضيعت الجزاء هم مضيعين جزاء فعندنا امل ثاني هذا شوي خلاني انه من اهدأ شوي وفكرت بالاحتفال فكرت يعني اشوف الطريق هذا الطريق ترى قصير مو طويل بس انا كل هذا اني صارت بسرعة يعني فكرت بالاحتفال قلت انا اريد فد احتفال خاص به اجذب كل الانظار اذا سجل والله والحمد لله احتفال كان غريب ما وارد انه دائما اللي يسجل ركلات حاسمة يروح يركض ويفتر الملعب وهي لا انا ضليت خليت الكاميرات كلها تجعلت لله والحمد لله يعني توفقت وانت الدكرة لهذه اللحظة من جمهورك ويستذكرها والدليل يعني وكان جمهور موجود هناك تقريبا يعني جمهور كبير جدا يعني جالية من كل دول اوروبا قامت تجي لستراليا كان نص الملعب ملعب كامل فل يعني جمهور نص الملعب بالمنتخب الايراني ونص الملعب بالمنتخب العراقي طيب والوالد رجع شافه مرة ثانية بالعادة لا بعدها كل يومين شوفوه هو الوالد والوالدة الحمد لله الله عبد الجميع ان شاء الله شكرا